اشتركوا في القناة من بعض الاشخاص انهم بقول لك انت بتحكي عن السفر واحنا قاعدين في البيت انت بتحكي عن العمل واحنا قاعدين في البيت وانه بكون الناس محبوسة والناس بتتحركش والناس هذا هذه بيوت انا ما بقدر ما احكيها لازم احكيها لانه هيك تأثيراتها الان لما انا باجي بقول اليوم في عندك كثير من التنقلات ممكن هاي التنقلات انت تحولها بطريقة اخرى او اتصالات او اهتمام بالسفر بتتحول الامور هاي دائما للاعمال اللي بتصير من خلال البيت بصير في الاهتمام في فيديوهات او افلام او قراءة او دراسة عن اي موضوع الو علاقة يا اما بالسفر يا بحضارة يا بلد يا الاهتمام باشياء لها علاقة بالحركة وبالاكشن وبالمغامرات كافلام او قراءة رويات فيها نوع من انواع المغامرات يعني بتحور هذا على الواقع اللي احنا موجودين فيه ما رح يلتغى يعني ماشي انا بقول لك انا في عندك نشاط له علاقة بالعمل وبتيجي بتقول لي انا ما فيش عمل لا هو بكون في عمل يعني انه حتى اذا انت ما طلعت واشتغلت بدي يصير تفكيرك وانت في البيت في العمل وفي خطط وفي مشاريع لها علاقة في العمل داخل البيت ستات البيوت بيسون عمل بيفتح ورشات صيانة ورشات تنظيف وترتيب بيوت بيهتموا بعملهم المنزلي لما بقول اشياء لها علاقة بالسفر مش شرط انك انت بتسافر او قاعد في البيت كمان في دول لسه ما صار عليها الحضر يعني في دول لسه بتحرك وبطلع على الشوارع وبشتغلوا فعشان هيك اللي بشتغل بستفيد من التوقعات واللي ما بشتغل وقاعد في البيت بستفيد من الجانب الاخر اللي بتنطبق عليها هاي التوقعات يعني لما نقول انت بتعزز السفر في السفر البعيد ممكن انت ما تسافر ولكن انت تعمل اتصالاتك ممكن انت تهتم في ناس خارج البلاد ممكن انت تتصل مع اشخاص خارج البلاد يعني بصير في لك اهتمام بنطبق يعني بنعكس بدال ما هو هيك بنطبق على الجانب الاخر ولكن من داخل البيت يا اما بحضور افلام يا قراءة روايات يا اطلاع على افلام اللي ها علاقة في دول تانية يا بتهتم بحضارات ثانية يا بتقرأ عن حضارات ثانية يا بترجع لكتب الها علاقة بالدراسة يا بتصير تتعلم لك لغة يا بتصير بتدخل بالعبادة يا بتدخل في الدين يعني ما رح انت تخلص من البيت هذا البيت هذا تأثيره واقع على الجميع ان شاء الله بتنحط بقفص حديد تحت الارض هذا التأثير بده يجي في افكارك لانه هذا تأثيرات كواكب ما الها علاقة فيك انت شو بتعمل اذا اشتغلت تحركت هيك استفادت اذا اتصلت هيك استفادت اذا ما اتصلت وما تحركت فكرك بظل شغال في هاي الامور لانه هاي تأثيرات لازم تأثر عليك فيما تعلي اما اتيجي تقول لي لا انا والله ما بفكر في هاي الامور انت حر عاد هذا شأنك عاد مش شأني انا بس انا المطلوب مني اني انا احكي لك اياها يعني ما بقدر الغي لك يا ما بقدر الغي بيوت انا انت ما بنطبقت عليك في غيرك بستنى فيها في غيرك بتنطبق عليك في غيرك باخذ فيها وبستنى فيها باللحظة على الاساس ان هو يتحرك في اشياء بكون قاعد بجهز حاله لا الها بنتظر فيها للحظة المناسب عشان يستغلها فمن طبقت عليك عادي يعني عادي اكتب لي من طبقت علي وخلصني يعني بس ما تقول لي ما تذكرها لانه انا محبوس في البيت انت محبوس في البيت غيرك مش محبوس وغيرك بستنى في فرص قاعد خلينا نروح على توقعات اليوم طبعا اليوم اه توقعاتنا ليوم الاثنين ثلاثة وعشرين ثلاثة القمر ما زال موجود في الحوت ورح ينتقل للحمل احنا الان في فترة خلوم مسار رح تستمر هاي لساعة 12 و 58 دقيقة بعد منتصف الليل بتنتهي وبكون القمر انتقل لبرج الحمل يعني 12 و 58 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا ثلاثة صباحا بتوقيت الاردن وطبعا لما القمر ينتقل لبرج الحمل في هاي الفترة كلنا منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية وبنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وممكن انه نتهور كمان لازم انه نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومن العصبية كمان ومنلاحظ ايضا هذه الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لهيك اشي ويمكنك بيمكنك انه انت تشتري شيء لعلاقة بالحضوض يعني تجرب حظك في شيء معين وبرضو منتازة لقصة الشعر واقامة الحفلات واول زاوية رح تكون موجودة وتتشكل بعد خلو المسار هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة واحدة وخمسة عشر دقيقة بعد منتصف الليل يعني فجرا بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية اما الزاوية التي تليها هي زاوية اقتراني ايجابية بين القمر والشمس رح تكون الساعة تسعة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا وهاي بتعني ان القمر بدأ في مرحلة القمر الجديد يعني بدو ينولد هلالة جديد وندخل في الشهر الجديد اللي هو شهر شعبان ربنا يتمم على خير ويتقبل منا ومنكم المزيد من الصالحات والعبادات بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنتلقى المساند والدعم من الاصدقاء وبنتجه لتغليب العقل وبنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبما ان القمر رح يكون موجود في برج الحمل يعني خلو المسار القادم رح يكون يوم ستة وعشرين ثلاثة رح يكون في تمام الساعة سبعة وستعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة واحدة وستة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش برضو لا ينتقل بعد هالقمر لبرج الثور حكينا ان القمر اليوم هو القمر الجديد طبعا هو تسعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير عمره ثلاثين يوم نسبة الاضاءة بتكون صفر يعني لا يمكن رؤية الهلال في هذا اليوم طبعا احنا بنحكي فلكيا انولد الشهر يعني فلكيا بدأ شعبان اما للنظر للعين معناته تستنوا كمان مش بكرة بعد بكرة ببين برؤية العين فعشان هيك دائما فلكيا بكون سابق اليوم على الرزنامة وانا بنظري فلكيا هو الاصدق لميلاد الاشهر اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى تسعتاش اربعة طبعا مزاجه سعيد القمر في الحوت وفي الحمل غاية يوم ستة وعشرين ثلاثة مزاجه سعيد حتى ساعات الصباح وبعدين بصير منتحس العطارد في الحوت حتى احدعش اربعة المزاج ممتزج الزهرة في الثور حتى ثلاثة اربعة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة اتعاش خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج زحل في الدلو حتى احدعش خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج اورانوس في الثور حتى خمستاعش تمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى خمسة وعشرين أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج وذكرنا في السابق انه ممتزج يعني معناها أنه بتقلب بين النحوس وبين السعادة طول اليوم بيكون بأكثر من وجه وبأكثر من اتصال فعشان هيك بنسميه إحنا ممتزج لأنه مقدرش نحصر العدد أو نقولك من ساعة كذا لساعة كذا بيكون سعيد ومن ساعة كذا لساعة كذا بيكون منتحس فيعني ما بنقدر نحصرها فمنحكي المزاج هو ممتزج طبعا الآن بدنا نوصل للتوقعات اليومية أنا بشرح اللي هو الطالع والبرج فعشان هيك بتسمع برجك وتسمع طالعك ما بتعرفش طالعك في لينك موجود في صندوق الوصف بيدلك على موقع بتقدر من خلاله تستخرج الطالع تبعك بتسمع البرج وبتسمع الطالع اللي بتشوفه غالب عليك أكثر أو اللي التوقعات بتنطبق عليك بشكل أكبر هو اللي بتصير أنت تتابعه في الفترة القادمة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تحرك وما تنتظر أنه تأتيك الفرصة لعندك أنت بدك تروح لإلها أو أنت بدك تشتغل عليها لا تضيع الوقت يعني هاي بتدلع بداية جديدة طبعا في أشخاص من برج الحمل قالوا أنه أنا حكيت أنه الشمس انتقلت هسا لعندهم هم لسا ما حسوا بالتغييرات أولا أنا ذكرت أنه هاي التغييرات في دائما احنا منذكرها مش اليوم ولم بيرح في كل مرة الشمس بتدخل فيها برج منقول أنه التأثير مش مجرد ما دخلت الشمس على أول منزلة في الحمل كل الحمل بده يتحسن وبده تصير الأمور إيجابية وبدها تندفع الطاقات عندهم بصير الأمر تصاعدي يعني كل يوم عيد ميلاد شخص فيكو الأمر بتحسن عندهم بشكل أوضح وبشكل أحسن يعني الآن الأمور بتبلش تخف كضغطات وبتبلش تتحسن بشكل تدريجي عند الجميع وكل شخص بيجي الشمس بتدخل على درجته يعني يوم عيد ميلاده بتبلش اللي هي أشعة الشمس توصله ببلش سنته بتبلش الوقت الجيد بالنسبة لإلو اثنين مجرد ما وصلته ممكن القمر يكون زي مبارح مثلا أنه موجود في بيت متاعبك فطبيعة الحال أنت مضغوط من تواجد القمر في بيت المتاعب فما راح تحس بالتحسن هذا إلا لما القمر يدخل على بيت إيجابي بدعمك بشكل قوي عشان تحس بهاي التحسينات أو هاي الظروف الجيدة بشكل أقوى يعني بتيجي من الشمس وبتيجي من القمر مع بعض وبما أننا الآن ذكرنا إحنا تأثيرات القمر عليك في البيت الأول يعني موليد اللي العيد ميلادهم اليوم هم اللي راح يحسوا هم واللي قبلهم من لحظة دخول الشمس هم أكثر ناس راح يحسوا بالتحسن أو بالنشاط أو بالأشياء الإيجابية اللي ممكن تجيهم خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه يعني أمور المال الآن بدأتبلش تضغط يعني من ساعة الفجر تقريبا بتبلش في ضغط مالي أو في مطالبات مالية أو في أشياء لها علاقة بالمحاسبة المالية أو بكون وصلك خبر أنه ما في نوع من أنواع الدعم أو أمور راح تتعركس عليك ماليا أو أخبار إلها علاقة بشغلات إلها علاقة بالخسارة المالية فأنت راح تنضغط خلال اليوم اليومين اللي جايات هدول يعني اليوم واليومين اللي بعديها راح تنضغط في أمور ترتيب الأوضاع المالية بشكل كبير جدا ممكن تزيد عليك النفقات أو الدفعات أو يكون مطالب منك مشتريات ترهقك في الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم بتنشط في أمور إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات في أشياء إلها علاقة بالاهتمام إما بالسيارات أو بأجهزة الهاتف أو الاطلاع على برنامج علمي أو تدخل في أشياء العلاقة بالنقاشات أو الألعاب اللي بتتطلب نوع من أنواع الحركة أو النشاط يعني في أشياء إلها علاقة بكل هاي الأمور في أشخاص منكو مثلاً طلاب المدارس ممكن يهتموا بالدروس أو التحضير لدروس معينة أو لدراسة المنزلية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه الأمور راح تكون جيدة على مستوى البيت اليوم بشكل أقوى وأكبر لدرجة أنه أنت بتحس بالراحة والإنبساط خلال فترة هاي بشكل قوي جداً بدعمك هذا الموضوع بشكل فاعل لدرجة أنه أنت ممكن تنجز أي شيء العلاقة بالبيت من تصليحات ومن ترميمات من أشياء لها علاقة بالمساعدة المنزلية أو نوع من أنواع المساعدة مع أهلك في البيت مع إخوانك مع جيرانك مع والديك مع أي حد فالأمور جيدة على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي اليوم بتتحسن الأمور بشكل جيد وبشكل ملحوظ لدرجة أنه أنت اليوم بإمكانك أنك أنت تعمل نوع من أنواع المصالحة أو نوع من أنواع المراجعة لحالك أو ممكن تتنازل عن بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأمور العاطفية فيتم خلال هذا اليوم نوع من أنواع المصالحة ما بينك وبين الحبيب إذا كان فيه نوع من أنواع الخصام في الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اليوم فيه كثير من الأشياء المطلوبة منك من الأعمال ما عندك النشاط القوي لإنجازها يعني بتلاقي حالك أنه فيه عندك نوع من أنواع الكسل يعني بتنجز الأعمال الضرورية فقط لا غير أو ممكن تطلب من أشخاص أنهم ينجزوا عنك العمل ولكن في النهاية أنه هذا العمل رح ينجز فيه نوع من أنواع الاهتمام بالوضع الصحي أو بأمور إلها علاقة بالتغذية أو بأمور إلها علاقة بالأدوية أو المكملات الغدائية أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأمور حادة بالتعامل ما بينك وبين الشركاء شركاء المال والعاطفة فعشان هيك بدك تحاول تمسك حالك قدر الإمكان لأنه اليوم رح تنفعل بالزيادة أنت مع شركاءك بالعاطفة طبعا لما نحكي الحب بيت الحب إحنا بنحكي عن غراميات اللي هم من الأشخاص اللي مش مرتبطين يعني الأشخاص اللي بينهم علاقة حب هذولا ناس ممكن يتصالحوا ولكن المتزوجين أو المرتبطين بعقود زواج هذولا اسمهم شركاء بيت الشراك اللي بنطبق عليهم فعشان هيك هذولا من قولهم بتكون ديروا بالك اليوم لأنه أنتوا عندكوا حدية ورح تزيد الحدية برضو مع ساعات الصباح لدرجة أنه ممكن أي نقاش يحتد ويكبر وممكن يصير في نوع من أنواع الخصام يستمر كمان من ثلاث إلى أربع أيام لقدام فعشان هيك يحاول أنك تمسك عصابك عشان ما تفوق مش الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فميقول لك أنه هو فارغ تماما من أي أمور فهذا بيدل على أنه أنت وضعك روتيني بالنسبة للأموال المشتركة وممكن أنه يجيك خبر إلو علاقة برفض دعم أو رفض مساعدة أو نوع من أنواع خيبات الأمل أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه اليوم برضو في نوع من أنواع الناشاط الكبير على البيت التاسع اللي له علاقة بالسفر بالقضايا القضائية بالدراسة الجامعية بالامتحانات فعشانك ممكن تهتم بهاي الأمور بشكل كبير حتى لو أنت قاعد في المنزل ممكن تهتم فيها من مطالعة أو بحث أو فيديوهات أو إشي على جوجل أو تقرأ لك كتاب العلاقة بالأمور هاي أو ممكن أنت تمسك لك تليفون وتصير تتصل في الأشخاص اللي أنت بتعرفهم خارج البلاد أو تتواصل معهم أو ترسل لهم رسائل أو نوع من أنواع التفقد لبعض الأشخاص خارج البلاد ممكن عندك قضية قضائية أنت بترتب بأوراقك اليوم أو بتعزم أمرك على أنه كيف تخترف على القضية هاي يعني بكون فيه كل إشي إلو علاقة في البيت التاسع ممكن أي شيء يمشي مع أي واحد فيكو يا مولد برج الحمل أما بالنسبة للبيت العاشر فهو فارغ تماما من الحضود فما فيه لا حظ بدعم ولا فيه نحس ضدك فعشان هيك الأمر بإنجاز الأعمال للشركات الكبيرة اللي بيشتغلوا في الشركات الكبيرة أو المؤسسات الكبيرة بكون عملهم روتيني فقط لا غير أما بالنسبة لبيتك 11 في بعض الاتصالات ممكن تكون مع بعض الأشخاص الأصدقاء أو العلاقات العامة أو الأشخاص اللي أنت بتعرفهم إما لتفقدهم أو لتمنان عليهم أو نوع من أنواع طلب منهم حاجة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فلغاية ساعات الصباح بتكون الأمور خفيفة عليك ولكن من ساعات الصباح بصير فيه ضغط كبير عليك لدرجة أنه بتحس بنوع من أنواع الخمول أو الكسل ما بتقدر تنجز أشياء كثيرة بتحس أنه فيه نوع من أنواع الوسواس أو الأفكار بلشت تتوارد لإلك أهم شيء الوسواس والأفكار هاي حتى لو كان لها علاقة بالواقع اللي إحنا منعيشه يعني حاول أنك أنت تطلع منها راقب غذائك وتغذيتك راقب الأمور اللي أنت بتشربها كمشروبات مكملات عشبية أي شيء من هذا القبيل أو مكملات غذائية راقب صحتك بشكل جيد وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة برج الثور طبعا بعد انتهاء قلو المسار يوم بيتطلب منكم عدب المبالغة في جهدكم الجسماني دعوا سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا إلى غذائكم ومراحتكم تهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبة تظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبة هذا النهار ومزاجك متعكر أهم شيء أنك ما تخالف القانون وممكن تخسر أكثر مما بتتوقع لو خالفت القوانين طبعا السبب أنه الآن الشمس موجود في بيت المتاعب والقمر الآن كمان برضو موجود في بيت المتاعب فعشان هيك من ساعات تقريبا منتصف الليل بتحس في نوع من الضغط الكبير من الأشياء اللي احنا ذكرناها على المستوى النفسي والشخصي حاول أنك تمسك عصابك وتمشي الفترة هاي على خير لحديث ما القمر يوصل لعندك وبعدين الأمور بتتحسن بشكل جزئي أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور المالية هي اللي بتهكي الهمها وهي اللي أنت شغال عليها بالفترة هاي بشكل أكبر فعشان هيك حاول أنك أنت تأقلم نفسك أو تجهز نفسك أنه في حال أنه صار في خيبة أمل أو رفض للموضوع المالي هذا أو نوع من أنواع الضغط المالي أنك أنت تكون جاهز لهاي الأمور ما تتفاجأ أنه والله أنا ما كان معي خبر أو ما كنت متوقع لا هي الأمور كانت واضحة تماما أنه الوضع أو الوقت مش مناسب لهذا الطلب أو الأشخاص اللي أنت طلبت منهم مش هم المناسبين للطلب منهم هذا الضغط المالي اليوم يبلش يظهر بشكل واضح فممكن أنت تبلش تجهز في أمور إلها علاقة بالمعاملات أو الملفات أو الأمور الورقية اللي إلها علاقة بالمطالبات أو الفوتير أو تحسب وتكتب وترسم وتوزع المبالغ هاي لأنه هذا الأشيء رح يشتغل عليك بنوع من أنواع الضغط خلال الأيام القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والدراسة المنزلية والاهتمام بأمور إلها علاقة بالدراسة أو البحوث أو التسويق أو المراسلات أو الاهتمام بسيارة بتليفون حتى لو نوع من أنواع الاطلاع في منكم ممكن ينشط يأما بحركة أو بعمل رياضي أو بتواصل أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت الرابع الإهتمام أكثر اليوم رح يكون على مستوى البيت ممكن اليوم تنشطوا في أمور وأعمال إلها علاقة في البيت في منكم ممكن يبتكر طبخة جديدة أو أكل جديدة خصوصا ستات البيوت وممكن اليوم تكون شهيتهم مفتوحة أكثر للأكل ممكن عملية نوع من أنواع التواصل مع الأهل مع الأقارب مع أهل البيت إما فرحة معينة أو خبر سعيد أو أشياء إلها علاقة بالأشياء العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما فعشان هيك على الأمر العاطفي والحضوض منقول لك لا تغامر بالحضوض نهائيا في هذا اليوم لأنه ما رح تدعمك وفي نفس اللحظة ما في أي شيء ممكن يأثر على علاقتك العاطفية يعني الأمر الروتيني أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة على مستوى العمل والصحة فاللي عنده أعمال أو مرتب لأعمال معينة حابب ينجزها خلال فترة هاي بيقدر ينجزها بكل أريحية حتى لو كان فيه نوع من أنواع بداية المراسلات أو التمهيد لأمور إلها علاقة بالعمل مثل تجهيز ملف أو سيفي أو طلب لعمل معين أو توسيط بعض الأشخاص لأجل عمل معين الفترة هاي كلها جيدة وضع خطط أو رسم مخطط معين لأجل بدء بعمل معين ممكن يصير تحاور مع أشخاص لأجل عمل معين برضو جيد يعني كل الأمور اللي إلها علاقة بالعمل مهما كانت الفترة هاي بتقدر تستغلها بشكل إيجابي أما بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة في الصحة فهي جيدة خلال اليوم هذا رغم أنه أنت بتشعر ببعض الوساوس أو بعض الخوف أو بعض الارتباك وهذا بيجي طبعا من بيت المتاعب ولكن أنه بقولك أنا طمم وضعك الصحي ما في عليه أي مخاوف خلال الفترة هاي إلا أشياء عرضية أما بالنسبة لأبيتك السابع فأنا شايف الأمور بتظلها مستقرة لغاية ساعات يعني نقول الصباح ولكن بعد الصباح بتزيد الأمور حدية فممكن توصل لمرحلة المشاكل العالية جدا ما بينك وبين الشركاء حاول أنك أنت تمسك حالك من العصبية وردات الفعل عشان ما يصير في أي خلاف بينك وبين شريكك في العاطفي أو بالزواج حاول أنك أنت تمضي الفترة هاي على خير أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى الأموال المشتركة فأنا بقول لك اليوم برضو إيجابي أنك أنت تحاول أنك تدخل في أي شيء له علاقة بالأموال المشتركة إما طلب مساعدة أو معونة أو شيء من هذا القبيل ولكن أنا بقول أنه خليها الحديث من القمر يوصل لعندك بيكون أفضل ممكن بعضكو يهتم بالمطالبة في ديون بترجعله أو أشخياء بترجعله ممكن بعضكو يبحث في أوراق قديمة أو ملفات قديمة أو الاهتمام في أمور قديمة أو حتى ممكن أمور إلها علاقة بعلم الفلك أو الروحانيات أو الأمور الغيبية أو حتى أنه يحضر فيلم إلو علاقة في الأساطير أو التاريخ أو الأشياء هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه جزء كبير من كل يوم رح ينشط بشكل عالي جدا في أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والأمور اللي إلها علاقة بالسفر والامتحانات الجامعية أو دراسة الجامعية أو دراسة لغة جديدة أو مراسلة أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بتجهيز ملفات أو أوراق إلها علاقة بالقضايا القضائية كل هاي الأمور متوقعة لأي شخص فيكو حتى لو أنه قاعد في البيت ممكن أنه يفكر في أي شيء من هاي الأشياء أو يبادر فيها حتى لو نوع من الدراسة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايفه فارغ تماما على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة فهيك أنت بس بتنجز الأعمال الضرورية إذا كنت على رأس عملك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى التواصل والاتصالات مع الأصدقاء أو مع معارف أو مع أشخاص ممكن أنت تحاول أنك أنت تستشيرهم في أمر معين أو تطلب مساعدتهم في شيء معين أو ممكن هي نوع من أنواع التفقد والإطمئن أما بالنسبة لبيت المتاعب فأقول لك من ساعات الصبح أو من ساعات انتقال القمر لجزئية بيت المتاعب للحمل بتحس بنوع من الضغط الكبير بصير عليك في بعض الهواجز فيه منكم ممكن يشعر بعدم الارتياح أو نوع من أنواع الطاقة السلبية أو الأفكار السلبية أو الوسوسة أو الخوف من المرض أو التعب ومنكم منك أن أشخاص منكم يشعروا أنه هو مريض وهو تعبان طبعا بسبب تواجد كل الكواكب في بيت المتاعب يعني أيام بسيطة أو بعدين الأمور بترجع على طبيعتها ما تتوسوس وما تتشكك بس أهم شيء أنك حاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية حاول تراقب غذائك ومشروباتك وأدويتك حاول أنك أنت تأخذ قصد كافي من الراحة وتهدأ شوي وإن شاء الله الأمور بتمشيها على خير برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء ما بعد بداية انتقال القمر للحمل وانتهاء خلو المسار منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة بتعبر عن رأيك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأمور جيدة على مستوى البيت الأول فعشان هيك اليوم نفسيتك أحسن في عندك نوع من أنواع الراحة النفسية رغم أنه في بعض الهواجس موجودة عندك إلا أنه أنت بغلب عليك النفسية المرتاحة أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة اليوم على المستوى البيت الثاني لغاية ساعات الظهر بعدين الأمور بتخف يعني في خبر ممكن يجيك أو ممكن نوع من أنواع المساعدة أو الدعم أو طلب أمور إلها علاقة بالدعم يعني ممكن أنه يظل في بشائر إلها لغاية ساعات الصباح ولكن مع ساعات الظهر تقريباً بتكون الأمور رجعت لطبعتها أو لروتينها اللي أنت معتاد عليه حاول أنك أنت برضو ما تلزم حالك بأمور مادية كثير حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه الأمور لغاية ساعات الصباح بتكون يعني روتينية زي الأيام اللي مضت ولكن من ساعات الصباح بصير عندك نشاط عالي جداً وحركة عالية جداً ممكن أنك أنت تبتكر أي إشي لعلاقة بالحركة يعني أما تلعب برياضة تعمل شغل جديد تصير بدك تعمل ترتيبات اهتمام بصيانة اهتمام بالسيارات بالميكانيك بالاتصالات بالمواصلات بأي شيء اليوم عندك نشاط مفرط جداً حتى سرعة البديهة عندك عالية جداً جداً ممكن تتناقش وتتباحث في أي موضوع ممكن تدرس أي موضوع أو تعمل دراسة عن أي موضوع يعني عندك نشاط عالي جداً حاول أنك تستغله بأشياء إيجابية حتى لو كنت قاعد في البيت في أشياء ممكن تهتم فيها داخل البيت أو تعملها من البيت نفسه ما رح تعجز عن ابتكار أي شيء أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه الأمور يعني بتظروا تينية ولكن بتنشط بشكل قوي جداً وبصير فيه نوع من أنواع إبداء الرأي بحرية ممكن أنك أنت تتواصل مع أصحابك أو مع أهلك في البيت أو عائلتك بطريقة لبقة جداً يصير فيه نوع من القرارات أو الخطة المعينة أنت تحط نقاط على الحروف فيها أو تبدأ بورشة إلها علاقة بالصيانة أو الترميمات المنزلية في منكو ممكن ينشط بأمور إلها علاقة إما بمسكنة جديد أو عملية خطة لمنزل جديد أو ترحال أو تنقل أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية اليوم شيئاً ما فيها نوع من أنواع الاستقرار فعشان هيك بتقدر تتواصل أنت والحبيب ممكن أنك تبادر بمصالحة معينة أو مراجعة بعض النقاط أو الخلافات اللي صارت ما بينك وبين الحبيب في الأيام الماضية وكانت شوي ضغط عليك اليوم ممكن أنت تبادر بمعالجتها بالنسبة لحظوظك ما تحاول أنك تغامر بأي شيء العلاقة بالحظوظ بهاي الفترة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور لغاية ساعات الصباح بتكون جيدة ولكن من بعد ساعات الصباح بصير في عندك إما أنه تراكم في بعض الأعمال أو تهمل بعض الأعمال أنت بترضاش تكملها أو تنجزها أو تعمل فيها وبرضو بصير في عندك نوع من القلق أو الوسواس إلو علاقة بأمور الصحة في منكم ممكن يشعر ببعض الوهن أو التعب أو الإرهاق أو شيء إلو علاقة بالاهتمامات الطبية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكي الجو هادي يعني ممكن تتواصل أنت وشركائك إن كان بالعمل أو بالعاطفة لتحديد خطة مستقبلية أو لمشروع معين أو لفكرة قادمة يعني نوع من أنواع الترتيبات أو التحسينات القادمة ضمن هذه الظروف اللي إحنا عايشين فيها أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بدعمك على مستوى الأموال اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة يعني اللي مش أنت بتمتلكها فممكن أنه اليوم تبحث إما في صداد دين أو ممكن تجد شيء كان مفقود منك أو أمور إلها علاقة بالقروض أو بالمداينات أو بأشخاص أنت كنت كافلهم أو ضمنهم بالفترة الماضية أو أشياء إلها علاقة بالالتزامات مع الشركاء أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت التاسع فأنت اليوم عندك نوع من أنواع الدراسة أو المراسلات أو تجهيز لأمور علمية أو البحث في لغة جديدة أو في حضارة جديدة أو الاهتمام في أمور إلها علاقة بالمطالعة أو قراءة بحث معين أو المناقشة في أمر معين اللي عندهم امتحانات جامعية وقاعدين في البيت ممكن الفترة هاي يستغلوها لتجهيز بعض الدراسات أو للرسالات أو البحوث أو الأشياء اللي من هذا القبيل وممكن حتى أنهم ينشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة أما بالنسبة للبيت العاشر فاللي قائمين على عملهم يعني الأشخاص اللي بيشتغلوا ضمن الأحداث هاي اللي احنا عايشين فيها من ضمن مؤسسات حكومية أو مؤسسات كبيرة أو شركات كبيرة فاليوم رح يكون فيه نوع من أنواع الإنجازات برضو للكم لها علاقة بالتعامل مع مسؤولين أو مع زملاء لكم ممكن تتعاونوا بشكل قوي جدا أما بالنسبة للبيت العاشر فإحنا ذكرناه في بداية التوقعات ولكن بنتابك نوع من أنواع الحدية في بعض الأوقات مع بعض الأشخاص وممكن يكون لك ردات فعل صعبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأقولنا أنه لغاية ساعات الصباح أنه الأمور ممكن تكون جيدة ولكن بعد ساعات الصباح بتكثر الهواجس أو التعب أو الإرهاق أو الشعور بعدم الراحة إما بداية إلى أمور صحية أو نوع من أنواع الوساوس اللي ممكن تأثر عليك بشكل سلبي حاول أنك أنت تسيطر عليها قدر الإمكان حاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية وما ترهق حالك حاول أنك تدخل في نوع من أنواع الراحة على أساس أنه أنت تريح نفسك اللي لو كان بداية مرض أنت تكون جاهز ومستعد وفي نفس اللحظة يقدر أنك تواقل أمور هاي بالمكملات الغذائية أو بعض الأدوية أو الأشياء اللي بتطلب الأشياء الدافية والسخنية والأمور اللي إلها علاقة بالراحة برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل وخصوصا الأشخاص اللي بيقدروا أنهم يبحثوا عن عمل عن طريق النت أو المراسلات وخصوصا عند وصول القمر لبرج الحمل واللي بكون على رأس عمله يعني ما تأثره ما تغيب عن عمله في هاي الفترة برضو بيقدر أنه ينجز أو ينجح في إثبات جدارته خصوصا للمسؤولين أو لزملائه وبيقدر أنه يحافظ على كل إنجازاته القائمة برر كلامك ووضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو اتصال بأحدهم ممكن تكون الظروف داعم لأفكارك وتهتم لبعض الاتصالات والمشورات لا تكون مهمل ولا تترك انطباعات سلبية عليك طبعا القمر موجود في البيت العاشر فعشان هيك بترك لك هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه الأمور يعني رغم كل الضغوطات ووجود القمر برضو وجود الشمس كلها بتضغط باتجاه واحد إلا أنه نفسيتك شوي فيها نوع من أنواع الاستقرار يعني قادر أنك أنت تسيطر على حالك شوي رغم بعض الهواجس وبعض الأفكار وبعض الوساوس كمان أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الوضع المالي مستقرة قادر أن تتدبر أمورك بشكل جيد وفيه نوع من أنواع المعونات أو المساعدات للأشخاص المحتاجين ممكن أنه يقدروا أو تصلهم أخبار إلها علاقة بهاي المساعدات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه نشاطك ضعيف اليوم ما عندك قدرة على الحركة أو الإنجاز بتحاول أنه يكون فيه نوع من أنواع زي الكسل أو الملل أو الأشياء أنه أنت ما عندك قدرة على إنجاز إشي بتقنع حالك بأنه أنت يعني تعبان أو مرهق حابب ترتاح من هذا النوعية هو بالعكس أنت بتقدر اليوم أنه أنت يعني تعمل أشياء لها علاقة بالحركة والنشاط ممكن أنك أنت تنجز كثير من الأشياء ممكن تستعين بالمطالعة أو الدراسة أو الأشياء اللي إلها علاقة ببعض البحوث أو أشياء حتى لو عن طريق النت بتقدر تستفيد منها أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى المستوى العائلي أو مستوى البيت الأمور جيدة يعني مسيطرة على الوضع بشكل جيد بتقدر تتواصل مع أفراد العائلة بشكل ممتاز ممكن تضع بعض الحلول أو بعض الأشياء يكون إلها بعض النتائج خلال هذا النهار وبتكون بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فبدك تضلك يعني ماسك حالك لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ما رح تقدر تمسك حالك فرح يصير فيه نوع من أنواع الحدية عندك أو العصبية باتجاه الحبيب ممكن أنك أنت يعني تندفع بمشكل كبير أو تختلق مشكل كبير بسبب الحساسية أو بسبب الظروف الموجودة أو عدم استيعاب الوضع تاعك فأنت تعصب وتحتد وممكن تختلق مشكلة حاول أنك أنت تمسك عصابك قدر الإمكان على أساس أنه ما تكبر هاي الأمور أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف على الوضع الصحي الأمور يعني جيدة ما في أي شيء بخوف وعلى مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من العمال خلال هذا النهار بتقدر أنت تهتم بأمورك الصحية بشكل جيد ولكن برضو بقول لك دير بالك من الوسواس أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فبرضو الأمور رح تظلها لغاية ساعات الظهر تقريبا وبعدين الأمور رح تحتد بشكل كبير فمنجد أنه الخامس والسابع بضغطوا على مسألة العواطف فأنت عواطفك جياشي جدا الفترة هاي ولكن من الجانب السلبي يعني عندك حساسية عالية جدا ممكن تختلق المشاكل مع أي شخص بمص عاطفتك فعشان هيك حاول أنك تسيطر على حالك وما تكون عاطف زيادة عن اللزوم أو مكتئب زيادة عن اللزوم أو متوسوس الزيادة عن اللزوم فتتفشش في اللي حواليك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع في منك ورح ينشط بشكل فاعل اليوم على مستوى الاتصالات الخارجية أو المراسلات أو البحوث أو الأمور الدراسية أو البحث في مناهج معينة أو في تعلم لغة أو الاطلاع على حضارة أو على تاريخ أو أشياء من هذا القبيل ممكن أن الأشخاص اللي عندهم مثلا طلاب الجامعات اليوم يصير عندهم نشاط عالي لإنجاز كثير من الدراسة الجامعية حتى لو كانت منزلية أما بالنسبة للبيت العاشر فذكرنا القمر موجود فيه بالنسبة لبيتك 11 يعني في نوع من أنواع التواصل مع بعض الأصدقاء أو بعض المعارف خلال هذا النهار ولكن مش بالشكل اللي كان عليه خلال اليومين الماضين يعني بشكل أقل فعشان هيك أنت رح تميز أشخاص عن أشخاص وفي أشخاص أنت ما رح تحب ترد عليهم أو تسمع كلامهم خلال هذا اليوم يعني في نوع من أنواع الانطوائية رح يكون عندك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنت بتظلك مسيطرة حالك بشكل جيد لغاية ساعة الصباح ولكن بعد ساعة الصباح رح تحتد لدرجة أنه أنت الأمور رح تتفاقم عندك من ناحية الوسواس والأفكار الصحية والأشياء اللي إلها علاقة بالمرض والأشياء اللي إعلاقة بأي شيء آخر يعني فعشان هيك بقول لك حاول أنك ما ترهق حالك زيادة وما تفكر في هاي الأمور الأمور هاي إن شاء الله إنها بتمضي على خير بدون ما تحتاج لكل هالعناء حاول أنك أنت ما تجهد نفسك تراقب حالك تراقب غذائك وتأخذ قصد كافي من الراحة والهدوء وإشحن حالك بطاقة إيجابية بيكون أفضل برج الأسد في فترة انتقال القمر للحمل تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة يوم مناسب لاجتياز إما امتحان أو إجراء مقابلة أو اتصالات أو إظهار تعاون أكبر مع الآخرين أو مراسلات مع جهات مسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة تشعر بالاعتزاز والفخر أهمش أنك ما تستسلم ولا ترضخ للشروط اللي ما بتناسبك ناقش بمنطق يعني القمر موجود في بيتك التاسع بيت حليف لإلك والشمس موجود في نفس البيت فهذا بدعمك بشكل قوي على أي إشي إلو علاقة بالاتصالات وبالسفر وبأمور الدراسة الجامعية بتعلم اللغات بالمؤسسات التعليمية في كل هاي الأمور بدعمك بقوة عالية جدا حاول أنك تستغلها على حسب القدرات المتوفرة أو حسب الإمكانيات المتوفرة أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم يعني رغم أنه هاي الإيجابية اللي موجودة إلا أنه أنت بتشعر في نوع من أنواع الضغط أو نوع من أنواع الأشياء المتقلبة بتيجي في مزاجك أو نوع من أنواع الاكتئاب أو أشياء ممكن أنها تأثر عليك بشكل سلبي حاول أنك تطلع من هذا الجو بأي طريقة وإشحن حالك بطاقة إيجابية عالية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور جيدة على مستوى الأمور المالية رغم أنها في نوع من أنواع القلق أو الترتيبات اللي أنت بترتب فيها ولكن أنت خايف أنها أنك تفقد السيطرة على هاي الأمور ويصير عليك نوع من أنواع الضغوط المالية في الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والدراسة حث الأبناء على دراسة الإجتدائية أو الأساسية ممكن أن تبدأ بعملية مطالعة أو بحث معين إلى علاقة في أمور تطلب حركة ونشاط ورياضة أشياء من هذا القبيل ممكن أن تهتم في أمور تعليمية أو أمور إلها علاقة بالبحث العلمي أو النقاش أو المؤتمرات أو المناقشات المفتوحة في واحد يمكن أن يجب لك أي مؤتمرات ما نحن قاعدين في البيت لا في أشياء من طريق النت أنت بتقدر تناقش وتجادل وتفرض رأيك في أشخاص بهتموا في هذا المجال فأنا بخاطبهم هم أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه بيت للبيت عندك روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فأنت بتتعامل فيه على حسب الوضع اللي أنت عايش فيه أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية عندك روتيني تماما فيه نوع من أنواع الفراغ الهائل اللي موجود عندك حاول أنك أنت تطلع من الجو اللي أنت موجود فيه وما فيه داعي للحساسية حاول أنك تكتسب شخصية أقوى من شخصيتك اللي أنت بتعرفها وانت قادر على أنك أنت تدخل في هذا الجو أما بالنسبة لها تجربة الحضوض أنا بقول لك ما تجرب حظك في أي شيء خلال الفترة هاي ما فيه مجال لتجربة الحضوض لأنه الحضوض ضعيفة أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور على مستوى البيت السادس العمل والصحة فهو جيد بدعمك خصوصا لتجهيز بعض المعاملات أو الملفات أو الأمور الأعمال المنزلية اللي أنت تنشط فيها ممكن أنت تجهز العمل معين أو ترتب أو يكون مخك شغال على إنجاز بعض الأعمال حتى لو كنت موجود في البيت فيه أمور العلاقة بالصحة برضو بتنشط فيها بشكل قوي أو بحوث العلاقة بالبحوث الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه بظل الوضع روتيني لغاية ساعات المساء بعد ساعات المساء ممكن يصير فيه نقاش على مستوى الشراكة المالية والعاطفية ممكن تحتد أو تعصب أو يصير فيه عندك ردة فعل معينة أنت ما كنت متوقعها فتتحسس من الظرف فتروح إلا أنت يال بالطاولة أو بمعنى آخر أنك أنت مختلق مشكلة من لا شيء أو تتفشش بسبب الضغط اللي أنت عايش فيه أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور مستقرة برضو على مستوى الأموال اللي إلها علاقة بأشخاص معينين يعني أموال ما بترجعلك فأنا شايف أنه إما أجاك خبر أو جايك خبر أو أنت عايش بواقع أنه ما في حد رح يقدم لك يد المساعدة في هذا الأيام يعني نوع من أنه على الوهم أو الوعود الكذابة اللي عادي جدا يعني واحد بوعدك بشغله وبعدين آخر إشي بيلف ظهره عنك كأنه لا بيعرفك ولكنه وعدك فإنسى الموضوع وأقلم حالك على الوضع القائم أو على الوضع القادم رتب أمورك بالشكل الجيد أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه اليوم رح يكون وخصوصا من الآن ولغاية ساعات الصباح عندك نشاط عالي على مستوى الاتصالات الخارجية ممكن أن تتصل لترتيب وضع معين أو نوع من أنواع المقابلات أو الامتحانات أو المراسلات أو الإطمئنان أو النقاشات الخاب مع أشخاص خارج البلاد يعني كل الأمور مفتوحة ممكن أنت تصيقها أو تحط صياقها على حسب الوضع اللي أنت موجود فيه إن كنت في البيت ولا إن كنت بتشتغل أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا بقولك أنه فارغ تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيتك 11 اليوم رح يكون فيه نوع من أنواع النشاط بالاتصالات خصوصا مع الأصدقاء أو المعارف أو مع علاقات معينة ممكن تتواصل لحل مشكلة معينة أو لطلب المساعدة أو المعونة يعني بهم إيجابي على مستوى العلاقات العامة والأصدقاء بتقدر تستغله على حسب الظرف اللي أنت موجود فيه أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه الأمور بتظل جيدة معاك لغاية ساعات العصر بعد ساعات العصر ممكن يدخل فيه نوع من أنواع الحدية أو نوع من أنواع التسرع أو العصبية أو نوع من أنواع الملل والإحباط حاول أنك أنت تطلع من هذا الجو وحاول أنك أنت تنشغل فيه أمور معينة إيجابية تساعدك وتدعمك على أساس أنه تطلع من الظرف الحالي برج العذراء بعد انتهاء خلو المسار واستقرار القمر في الحمل بتصير الأمور كلها أمور مالية الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى وصلها بشراكة أو بتعويض بيتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهما لأوضاع الآخرين ولأراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي طبعا القمر براح يكون موجود في البيت الثامن فعشان هيك هاي الأثار اللي رح تكون مركزة أكثر إشي على البيت الثامن لا إلك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى النفسي شيئا ما رح تتحسن أكثر خلال هذا النهار يعني نسبة الضغوط أو حجم الضغوط اللي كان في الأيام الماضية اليوم بيبلش يقل فبيكون نفسيا ومعنويا شيئا ما إيجابي أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فزي ما ذكرنا أنه الأمور هي بتتركز على الأمور المالية فبتضغط على البيت الثامن وعالبيت الثاني فبيكون في كلها نشاطات مالية أو تفكير مالية أو أمور محاسبية أو بعض الإجراءات أو التعديلات أو الاحتياطات المالية للفترة القادمة يعني الوضع شيئا ما في نوع من التبشيرات الإيجابية ومش على الجميع رح يكون سلبي إلا اللي طالعهم ممكن يكون ضاغط على هذا البيت بس أهم إشي أنك تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بشايف أنا في نوع من أنواع الحدية في الطباع في نوع من أنواع العصبية ولكن مسيطرة عليها يعني بتقدر أنك تسيطر على هذه الأمور ممكن تنشطه في أمور إلها علاقة بالحركة أو بالاتصالات أو بالأمور اللي إلها علاقة بالبحث أو نوع من أنواع الدراسة يعني منشوف الأمور بشيئا ما إيجابية في النقاط اللي إحنا ذكرناها أما بالنسبة للبيت الرابع ففارغ تماما من الحدود لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك بتتعامل على البيت بوضع البيت على حسب الوضع العام أو وضعك الاجتماعي أنت في داخل البيت إذا كنت أنت من النوع الدبلوماسي والمحبوب فبتكون الأمور جيدة أما إذا كنت أنت من النوع العصبي واللي بتختلق المشاكل فالأمور راح تكون حادة على مستوى البيت أو مع أفراد البيت أو مع العائلة وممكن تحمل لك بعض المشادات أو المشاحنات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو أيضا فارغ بيعطيك لا حدود لا إيجابية ولا سلبية وبرضو في نفس اللحظة بيترك العامل العاطفي عندك بتتعامل فيه على حسب الروتين اللي أنت متعود عليه أو اللي هو طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اليوم برضو بتتركز الأمور على أمور العمل يعني أمور إلها علاقة إما بالأعمال المنزلية أو اجتهادات أو ترتيبات لبعض الأعمال ممكن تجريها أنت من خلال المنزل يعني تقدر تنجز كثير من الأعمال وترتب بعض الأوراق وممكن بعض الاتصالات اللي إلها علاقة بالعمل أما بالنسبة للوضع الصحي فهو إجمالا يعني ببلش يستقر شيئا ما خلال اليوم هاض يعني وبعطيك نوع من أنواع الدعم أو الدافع الصحي الجيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور بتظلها لغاية ساعات الصباح يعني جيدة ولكن بعد ساعات الصباح ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية لبي سبب مشكلة أو تصرف قديم خلال الأيام الماضية اليوم يكبر وتحتد أنت مع شريكك بالمال أو بالعاطفة فحاول أنك تمسك أعصابك قدر الإمكان عشان ما تثير المشاكل في هذا اليوم اللي ما تكبر المشاكل وتصير أنت غير قادر على سيطرة عليها أو أنه تكبر أكبر من الحجم اللي أنت ممكن تكون متوقعه أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا هي أمور إلها علاقة بالأعمال والمال والمكاسب المالية حاول أنك تلتزم باللي إحنا حكيناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بصير فيه نوع من أنواع النشاط بالاتصالات الخارجية أو اتصالات مع بعض الأشخاص خارج البلاد أو ممكن الاهتمام في موضوع دراسي أو أشياء لها علاقة بأوراق أو مستندات أو أشياء بتجهزها لموضوع قضية فعشان هي كيف نقول لك أنه برضو حاول أنك أنت تستغل الفرصة لهذا اليوم ولكن في المقابل حاول أنك أنت ما تخالف القوانين أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور على مستوى البيت العاشر ومستوى الأعمال على مستوى المؤسسات أو الشركات الكبيرة والقائمين على رأس عملهم أو اللي بمارسوا عملهم من خلال البيت فبتكون الأمور إيجابية وجيدة وممكن بالتعاون مع رؤسائك بالعمل أو زملائك بالعمل ويمكن يكون فيه نوع من أنواع الإطراء أو الثناء على عملكم أما بالنسبة لموضوع العلاقات والأصدقاء فاليوم برضو نفسي مبارح يعني بكون فيه نوع من أنواع التواصل المحدود ولكن اليوم ممكن يقل شوي أو تتهرب من بعض الأشخاص ما بدك تجاوبهم أو ممكن يكون فيه نوع من أنواع العتاب مع شخص معين على تصرف أو على سلوك أو على شيء هو تصرف فيه في الأيام الماضية أما بالنسبة لبيت المتاعب فلغاية ساعات الفجر تقريبا بتكون الأمور مستقرة ولكن بعد ساعات الفجر بتنضغط بشكل كبير على مستوى بيت المتاعب ممكن يكون فيه بعض الوساوس أو المخاوف أو بعض الأشياء اللي ممكن تشكي منها غير اعتيادية صحية حاول أنك تراقب وضعك صحي بشكل جيد حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وتأخذ قصد كافي من الراحة وتحاول أنك تلتزم بالأشياء العلاجية التقليدية وإذا كنت أنت من الأشخاص اللي عندك أمراض عضوية انتبه لنفسك بشكل جيد والتزم بدواءك بشكل جيد برج الميزان طبعا القمر مقابلكم مباشرة رح يصير بس ينتقل ويثبت في برج الحمل فعشان هيك منقول كل يوم أنه في أشخاص منكم ممكن يرغبوا في تدعيم شراكتهم ويوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن ممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حادر التراجع الصحي ما في داعي للخوف إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات أهم شيء أنك تتجنب المشاكل وما تتسلط على غيرك أما بالنسبة للبيت الأول فهو فارغ تماما روتيني طبيعي بتتعامل فيه بشكل روتيني لا فيه إيجابية ولا فيه سلبية على الوضع النفسي فأنت بتتعامل كيوم عادي جدا بدون أي ضغوطات أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور المالية بلشت تحتد عندك وتأرقك أكثر فعشان هيك أنت مهتم فيها بشكل كبير بتحاول أنك تجد مخارج أو تبحث عن حلول معينة ولكن تشايف أنا أن الأمور شوي شوي قاعدة بتضغط فيك هذا يوم بنعتبر أنه هو يوم فيصل في هذه الأمور إما أنه أنت كنت معتمد على أشياء بتجيك أو أنه بتنكشف لك الأوراق برد أنه ما في مجال للمساعدات أو الدعم خلال هذا النهار فهذا بتحكم في الأيام القادمة يعني هذا سنتر الأيام القادمة فممكن الأيام القادمة يكون فيها ضغط كبير على بعضكم وممكن يكون فيها نوع من أنواع الروتين على بعضكم ولكن أنا شايف أنه لا هو رح يكون فيه نوع من أنواع الضغط الكبير على أغلبية برج الميزان في الأيام القادمة ومش اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم إما بصير فيه نوع من أنواع تعاون مع أحد الأبناء في التعليم أو حثوا على التدريس أو الدراسة وفيه منك أشخاص ممكن يهتموا بأمور العلاقة بالاتصالات والمواصلات أو المراسلات أو النقاشات أو نوع من أنواع الحركة كالرياضة أو اللياقة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايفه فارغ تماما يعني لا في حض ولا في مشاكل بالنسبة له فأنت بتتعاملوا على مستوى البيت بشكل اعتيادي وروتيني أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايفه روتيني يعني لا إيجابي ولا سلبي إلا أنه في شوية إيجابية ممكن يعني خفيفة تكون ظهر على الساحة مثل خبر أو شيء ممكن يجيك من الحبيب أو أخبار تجيك منه أما بالنسبة للحضوظ فأقولك ما تحاول أنك تغامر بحضوظك نهائيا خلال هذه الأيام لأن الضغط رح يكون كبير وممكن تفشل هذه المغامرة أما بالنسبة للبيت السادس فلغاية ساعات الفجر تقريبا الأمور جيدة ولكن أنه ممكن في ساعات ما بعد الفجر تحس في الضغط على مستوى العمل أو على مستوى الصحة تحديدا عشان هيك منقول لك حاول أنك أنت تحاذر من تراجع الصحي أو من بعض الضغطات الصحية اللي ممكن تعاني منها خلال الأيام هاي راقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول أنك أنت تلتزم بالإرشادات والتعليمات أما بالنسبة للبيت السابع فهو فارغ تماما من أي حض أو من أي سلبية فبتتعامل في شكل اعتيادي مع الشركاء بالمال وبالعاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه الأمور يعني شوي ممكن أنها تكون يعني حيادية أو روتينية فعشان هيك ما شايف أي بوادر لأشياء تدعم هذا البيت ويجيك أموال من الشركاء أو من أشخاص حواليك ممكن يساعدوك أو يدعموك بالفترة هاي حاول أنك تقلل من مصريفك بس أما بالنسبة للبيت التاسع فبيغلب عليك كل يوم الأمور اللي إلها علاقة إما بتفقد أشخاص خارج البلاد أو نوع من أنواع الاتصالات أو الاستعداد لأمور إلها علاقة بالسفر أو تجهيز بعض الأوراق اللي إلها علاقة بالقضايا والمحاكم لبعضكم طبعا ممكن الاهتمام ببعض المراسلات والاتصالات الخارجية أو أمور بحثية أو دراسية للأشخاص اللي طلاب الجامعات اللي في البيوت ممكن يبادروا بعملية دراسية أو إنجاز بعض الفروض اللي إلها علاقة بدراستهم في منكم ممكن يهتم بأمور البحث عن أشياء الها علاقة الأشياء بحضار الدولة بأشياء إسلامية دينية بأشياء الها علاقة بالفلسفة بعلم النفس بالأشياء اللي زي هيك ممكن بعضكم يهتم فيها أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايفه فارغ تماما برضو على مستوى العمل بالمؤسسات الكبيرة فاللي على رأس عملهم بتعاملوا بعمل روتيني فقط لا غير أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيجعل في نوع من أنواع التواصل أو الاتصالات مع بعض الأصدقاء دون غيرهم نوع من الطمأنينة أو نوع من التشاور أو الاتصالات للمساعدي أو أشياء لها علاقة بالتعاون المشترك أو ممكن التفقد أما بالنسبة لبيت متاعبك فلغاية ساعات الصبح الأمور جيدة ولكن بعد ساعات الصباح مثلا بصير فيه نوع من أنواع بضغط عليك بتطلب منك مراقبة وضعك الصحي بشكل جيد وحاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية حاول أنك تترك الوساوس على جنب ما تحاول أنك أنت تتوسوس من شيء وحاول أنك أنت تخلد للراحة برج العقرب طبعا بما أن القمر رح ينتقل للبيت السادس بيت الصحة وبيت العمل بنحكي لكم إنجزوا بس ما تراكم لديكم من عمل ممكن أنكم تجدوا نوع من أنواع التعاون بينكم وبين زملائكم نظموا جدول غذاءكم خذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا لا يعني إنه المرحلة رح تكون سهلة ممكن تكثر الواجبات وتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإرشادات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية طبعا بما إنه القمر موجود في البيت السادس فطبعا بدو يحذرك من الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايفه تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فأنت بتتعامل بنفسيتك الفطرية اللي ربنا خلقك عليها فإذا كنت أنت من النوع العصبي فاليوم رح تكون عصبي وإذا كنت أنت من النوع المرح أو اللي بتستوعب ضغوطات عندك قدرة على استيعابها فمعناته رح تتعامل أنت بطريقة جيدة وتتجاوز هذه المرحلة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه اليوم الأمور المالية برضو تشغل فكرك كمان فعشان هيك حاول أنك أنت تنجز بعض الأعمال أو المشتريات بدون الإصراف العالي وحاول أنك ترتب أمورك المالية بشكل جيد لأنه جايك أيام رح يكون فيها ضغط مالي حاول أنك أنت تستعد يبل ما تصلك وتكون جاهز لها أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه الأمور جيدة اليوم على مستوى الاتصالات والنقاشات والبحوث والدراسة أو أشياء إلها علاقة بالأعمال المنزلية أو الاهتمامات في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالهواتف أو بالاتصالات أو بالسيارات أو بالميكانيك أو بأشياء من هذا القبيل في منكم ممكن يهتم بصيانة أجهزة أو معدات منزلية أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بيت البيت فعشان هيك فيه اهتمامات عالية رح تكون بينك وبين أفراد المنزل ممكن بعض الحلول أو بعض النشاطات أو الإجتهادات لحل بعض المسائل أو المشاكل المنزلية ممكن تتوسط أنت للمصالحة أو نوع من أنواع الدعم النفسي لبعض الأشخاص في البيت أو ممكن الاحتفال بفرحة أو مناسبة منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه فيه ضغوط كبيرة على مستوى البيت رح تكون ورح تزيد مع ساعات الصباح فعشان هيك على المستوى العاطفي يديروا بالكم من الحدية أو العصبية أو ردات الفعل السلبية أو أنه أنت يعني تحتد وتنفجر في الحبيب في أي لحظة فيسبب لك نوع من أنواع الخلاف وخصوصا من الأيام القادمة رح تكون يعني أيام طويلة فيها نوع من أنواع الحدية في الطباع فحاول أنك أنت تتجاوز المرحلة هاي وما تختلق أنت المشاكل أو تحاول أنك تستوعبها على أساس أنه ما تكبر المشاكل أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فعشان هيك حاول أنك أنت برضو تراقب وضعك الصحي بقدر الإمكان بدون ما تتوسوس وحاول أنك أنت تتجاوز المرحلة هاي بشكل إيجابي حافظ على تغذيتك وعلى أعشابك وعلى أدويتك أو مكملاتك الغذائية بدون الإهمال أما بالنسبة للبيت السابع فهو على مستوى الشراكي فأنا بقول لك أنه جيد ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل أو التعاون ما بينك وبين أحد الشركاء لحل مشكلة معينة أو ممكن أنها تبدأ بداية لمرحلة جديدة ولكن حاول أنك ما تختلق المشاكل على أساس أنه أو ما تستفز في خلال هذا اليوم يعني من الشريك فأنت التور فتبدأ بداية إلى أيام تكون صعبة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه أنه جيد يعني بحفز الأمور المالية شوي ممكن ترتب أمورك أو التزاماتك بطريقة عقلانية لأنه الفترة الجاي برضو بدك تكون محتاطة أنه جايق فترة ثلاث أيام تقريبا رح يكون فيها ضغط مالي فحاول أنك ترتب أمورك قبل ما تصل لثلاث أيام هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو تقريبا هو الأقوض بالظهور ما بين أو بالحضوظ هذا النهار فعشان هيك الأشخاص اللي عندهم امتحانات أو عندهم دراسة منزلية أو أمور إلها علاقة بلغة جديدة أو مراسلة أو أي شيء العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات البعيدة والبحوث عن طريق الإنترنت أو الدراسة المنزلية أو أوراق قضائية كلها هاي فترة إيجابية وتدعمك بقوة مش معنى هذا إنه أنا بقول لك في عندك سفر وترد عليه وتقول لي لا ما هو أنا قاعد في البيت كيف ده سافر لك لا في أمور إلها علاقة بالاهتمام بالسفر إما تجهيز أو مراسلات أو حتى لو بتفكر في الموضوع مجرد تفكير فبكون هذا إشي ما يخذ حيز من تفكيرك بتهتم فيه أنت خلال هذا النهار في منكم ممكن يهتم في امتحانات أو في دراسة أو ممكن له إشي العلاقة في الدين أو الفلسفة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو فارغ تماما من أي حض أو أي سلبية فعشانيك اللي بيشتغله على الشركات الكبيرة وخصوصا اللي أعمالهم تدار من المنزل ممكن يعملوا أعمالهم بشكل روتيني بدون أي ضغوطات أو مشاكل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات اليوم بتكثر عندك الاتصالات مع بعض الأشخاص أو مع أصدقائك نوع من أنواع التفقد أو نوع من أنواع التواصل الإيجابي اللي من خلاله ممكن أن تتساعدوا في حل مشكلة معينة أو نوع من أنواع التواصل الإيجابي اللي ممكن يعزز هاي العلاقات ما بينك وبين أصدقائك أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأمور يعني ممكن في ساعات صباح تبلش تشعر في نوع من أنواع الوهن أو التعب أو الإرهاق حاول أنك أنت ما تستسلم للمرض قدر الإمكان حاول أنك تراقب أغذيتك وتغذيتك وأدويتك إذا كان عندك مرض مزمن وحاول أنك ما تهمل في نفسك نهائيا لأنه مناعتك شوي رح تكون نازلة فراقب حالك وراقب وضعك الصحي وحاول تأخذ قصد كافي من الراحة برج القوس طبعا لما ينتقل القمر ويستقر بعد ساعات منتصف الليل في الحمل بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبصير فيه فرصة مناسبة للمصالحة والتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استعاب الأمور أيضا جيدة يعني فترة إيجابية حاول أنك تستغلها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم نفسيتك بتتحسن أكثر بصير فيه عندك نوع من أنواع الاستقرار النفسي ممكن أن تتنشحن بطاقة إيجابية وتحل كثير من المشاكل أو الأشياء اللي كانت مأرقيتك في الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأمور المالية فرغم أنك أنت شايف أنه رح يكون فيه نوع من أنواع المصاريف القادمة أو نوع من أنواع الضغط المالي وأنت قاعدة بتستعدله أو بترتب أمورك عشان تستعدله أو رتب أمورك كمان عشان تستعدله لأنه الضغط هذا رح يكون فيه مصاريف كثيرة متطلبة منك فبدك تكون جاهز لها أما بالنسبة للبيت الثالث أنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والمراسلات يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية العالية جدا اللي ممكن من خلالها أنك أنت تتواصل مع الأشخاص تقنعهم بوجهة نظرك أو إذا دخلت بنقاش أنه يكون إلك الغلبة في الإقناع ولكن دير بالك برضو في لحظات ممكن تتوتر وتعصب أما بالنسبة للبيت الرابع فهو على مستوى البيت شوي فيه نوع من أنواع الضغطات مع أحد أفراد البيت أو أحد أفراد البيت بأرقك أو فيه عنده مشكلة معينة أنت شاغل مخك أو ممكن حد من أفراد البيت عنده مشكلة وأنت هاي المشكلة هامل همها أو متخوف منها وحابب أنك تساعد ولكن ما بي إذا كتقدم أي شيء أو ممكن أنه فيه قلق على أحد الأفراد من البيت وإنت نفسك تسمع خبر عشان تطمئن أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات يعني على البيت العاطفي فيه فرص جيدة أنك حاول تستغلها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور الصحية أو العملية المنزلية هي أكثر إشي مشغلك خلال هذا النهار ففيه أعمال ممكن تدار من خلال المنزل أو بعض الاتصالات الخارجية أو بعض الاهتمامات الخارجية رح يكون فيه عندك إنجاز كبير لملفات أو تجهيز لأعمال معينة بتكون إيجابية أما بالنسبة للوضع الصحي فما فيه أي قلق عليه من أشياء مزمنة أو أشياء ممكن أنها تتعبك بالعكس الأمور مستقرة إلا أن بيت المتاعب بحذر من بعض الوهن أو التعب أو بعض الوساوس ولكن ما تستسلم لها وما تسلم نفسك لإلها الأمور إن شاء الله تنضي على خير أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد جدا خلال هذا النهار بدعمك على مستوى الشراكة بشكل قوي فممكن تتعاون أنت واحد الشركاء في حل مشكلة معينة أو دراسة موضوع معين بتعلق في أمور الشراكة أو ممكن حتى مباحثة أمر العلاقة بالشراكة وممكن أنه لا شيء بيختص بعمل أو بمهمة مستقبلية حابين أنك تبدأوا فيها أما بالنسبة للبيت الثامن فأقول لك روتيني تماما ما فيه أي إشي لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل مع الأمر بشكل طبيعي بدون يعني ما تقلق نفسك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على أمور الاستعدادات أو التجهيزات أو الاتصالات أو الأمور الخارجية أو اتصالات خارجية أو مراسلات خارجية كلها هاي أمور إيجابية حتى اللي عندهم قضايا قضائية ومطلوب منهم بعض الأوراق أو بعض الاستعدادات لشيء معين الفترة هاي جيدة بتقدر ترتب أمورك بشكل جيد يعني وتساعد حالك وترتب أمورك اللي تكون الأمور ماشية لمصلحتك أما بالنسبة للبيت العاشر فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك بالتعاون مع أحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل حتى لو أنت من الأشخاص اللي بتدير العمل من المنزل عندك قدرة على هذا الإنجاز واللي ما بيعملوا قاعد في البيت ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل ما بينه بين أحد الزملاء أو رؤسائه بالعمل لترتيب أمور مستقبلية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد يعني بيعمل نوع من أنواع الاتصالات مع قلة من الأصدقاء نوع من أنواع التفقد أو التواصل وبكون إيجابي ولصالحك وبيت المتاعب ذكرنا أنه في ساعات الصباح ممكن تشعر في نوع من الوسوسة أو الخوف أو الأرق أو التخوف من مسألة معينة حاول أنك تمسك حالك وما تنجر ورهاي الوساوس راقب غذائك بشكل جيد وخذ قصد كافي من الراحة وحاول أنه ما ترهق نفسك وما تجهد حالك بالأفكار اللي ممكن تكون مش صحيحة وبس مجرد أفكار ووساوس بعد انتقال القمر واستقراره في بيتك الرابع بتصير الاهتمامات أكثر على المنزل إدخال تعديلات على مسكنكم التفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية للمناقشة أكثر بتظهر الضغوط والمتاعب والمعاكسات لما بصير القمر موجود في هذا البيت لأنه أساساً بسوي تربيع مع زاويتك مع زاوية برجك ممكن تتعرض للمحاسبة أو للمسائلة المنزلية أو من أحد العائلة أو من أحد أفراد العائلة وهي ممكن برضو شوي يكون فيها نوع من أنواع التحديات ونوع من أنواع الاستفزاز حاول أنك تمسك أعصابك وما تستسلم لهاي الاستفزازات عشان ما تصير مشكلة وتتفاقم أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى الشخصي الأمور جيدة يعني نفسياً أنت بتبلش تستقر شيئاً ما نفسياً ولكن مش بالشكل الكبير أو المطلوب فيه نوع من أنواع الوساوس أو الأفكار أو التضارب عندك في نفسيتك اللي لحظة كويس ولحظة مضغوط ولحظة منرفز ولحظة بتبكي ولحظة حزنان ولحظة يعني بتظلها متقلبة معك الأمور في الفترة هاي هي ضغطة على هذا الجانب أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية شوي بلشت تضغط عليك فعشانك أنت بتفكر في بعض التسويات أو بعض الأمور المالية أو بعض الإجتهادات المالية أو بعض المحاسبات المالية فوترة وفوتير أوراق اهتمامات بهذا الجانب فعشان هيك حاول أنك أنت تنجزها بدون ما تصرف كثير ورتب أمورك لأنه جهيك أيام أو يومين ثلاثة فيها ضغط مالي أو ضغط مطالبات مالية أو مصاريف زيادة حاول أنك ترتب حالك هذا اليوم استعداداً للأيام القادمة أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم فيه نوع من أنواع الطاقة للاتصالات والنقاشات ولكن في ساعات الصباح بيغلب عليك نوع من أنواع العصبية فعشان هيك يحاول أنك ما تعصب وما تخلي حد يستفزك أو يثير حفيظتك عشان أنت تعصب والثور أو تفقد سيطرتك على نفسك حاول أنك تنتبه إذا طلعت من البيت وكان عندك تقدر أنك تسوق سيارتك مثلاً أنه انتبه أثناء الحركة ما في داعي للمغامرات أو المجازفات ممكن تهتم بأمور العلاقة بالسيارة أو بعض الأعطال ممكن بعض الأشخاص اللي هم النشطين الكثيرين الحركة ممكن يتعرض لإصابة أثناء حركته يعني يتضرب رجله في الطاولة يتعرقل رجله توجعه أشياء من هذا القبيل فبدكوا تكونوا حذرين أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات أنه الأمور كلها تتركز على المنزل أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف يعني العواطف بلشت شوي تأثر عليك بشكل أكبر في أفكار بالعاطفي أو بالحبيب أو بأشياء العلاقة بالمصالحات يعني شوي بلشت تهدع عندك الأمور فعشان هيك أنت بتحاول أنك أنت تسترجع الأمور أو تبحث عن نقطة تلاقي ما بينك وبين الحبيب أو ممكن تبادر في نوع من أنواع الاتصال للإطمئنان عليه أو للتواصل معه أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأعمال فأنت بإمكانك وبقدرتك أن أنت صممت على أنك تنجز الأعمال المكلي منك فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال حتى لو كانت منزلية ممكن تهتم بأوراق أو معاملات أو ملفات معينة وبتكون إنجازتك جيدة وبالنسبة للوضع الصحي الأمور تقريبا مستقرة فعشان هيك ما في أي خوف على الوضع الصحي في الفترة هاي حاول أنك أنت بس راقب وإنجز أعمالك واستغل الفرصة الإيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن اليوم تبادر في اتصال أو أمور العلاقة بأموال أنت موعد فيها الفترة الماضية فممكن أنت تبادر في الاتصال هذا ويتم عما عملية الموافقة على الأمر أو رفض الأمر يعني بمعنى آخر هو يوم فيصل في هذا الموضوع ولكن أنا شايف أنه في نوع من أنواع الإيجابية ولكن في الأيام القادمة رح يكون في نوع من أنواع الضغط أما بالنسبة لبيتك السابع يعني إحنا اتجاوزنا بالحكي رحنا على الثامن قبل السابع فعشان هيك بقولك أما بالنسبة لبيت الشراكة فممكن يكون في نوع من أنواع التواصل مع الشريك صحيح الأمر في نوع من أنواع روتينية ولكن في إيجابية بتدعمك وبتدعم موقفك بالحظ يمكن يكون حليفك في هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت التاسع والاتصالات البعيدة والدراسة أو التجهيزات أو التجهيزات لأمور العلاقة بالامتحانات أو تجهيز أوراق العلاقة بالقضايا أو أشياء قضائية فهي إيجابية لمصلحتك خلال الفترة هاي بس حاول أنك أنت ترتبها بشكل جيد وبهدوء بدون عصبية بدون انفعال حاول أنك ترتب هاي الأوراق والمعاملات والأمور ماشي بمصلحتك وبيت تجاهك أنت ولكن المسألة بتتطلب نوع من أنواع الوقت أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأمور على مستوى الأعمال مع المؤسسات يعني بقولك أنه شوية الأمور بدها نوع من أنواع الهدوء في نوع من أنواع العصبية والإنفعال ما في داعي لهاي الأمور عشان ما تتوتر الأمور وتكبر فممكن يصير فيه خلاف مع مؤسسة أو مع زملاء في العمل أو مع رئيسك في العمل أو مع أشخاص بتدير لك أعمالك أما بالنسبة لبيتك 11 حاول أنك أنت تتواصل مع الأشخاص اللي أنت بتعرفهم عشان ما يصير فيه فجوة وخصوصا أنه أنت إلك فترة في بعض الأشخاص أنت بتتهرب من تلقي اتصالاتهم أو التواصل معهم حاول أنك تتواصل بس من باب رفع العتب أو نوع من أنواع التواصل معهم فقط للأشياء للإطمئنان والتواصل العادي اليوم إيجابي لهذه الأمور أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو حاميك أو ضاء يعني بدنا نقول حاميك محمي من المتاعب اللي تكاد لك من وراء الكواليس بالعكس الأمور بتنكشف لك أول بأول أنت عندك قدرة على الدفاع عن نفسك وعندك قدرة على السيطرة على أمورك بشكل جيد اليوم أنت بكامل طاقتك حاول أنك تستغلها بشكل إيجابي برج الدلو بصير في عندكم نوع من أنواع النشاط في السفر والاتصالات أو أمور بتتعلق بالسفر ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمراسلات والدراسات والمشاركات أي شيء له علاقة بالمناقشات يعني حتى التواصل فهي ممتازة خلال هذه الفترة تنجحه في طرح موضوع حساس أو تقديم عمل معين وممكن أنه تلفت الأنظار والإعجاب خلال هاي الفترة خصوصا مع تواجد القمر في برج حليف لإلك اللي هو الحمل فبدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الأول فنفسيتك زي الأمس يعني متقلبة بين محتار ماشي الأمور إيجابية سلبية ولكن أنا بشوفها على الإيجابية أغلب النهار رح تكون إيجابية ولكن بتظلها العصبية هي اللي شوي مسيطر على الموضوع فحاول أنك تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو إيجابي وجيد جدا لغاية ساعات الظهر أما بعد ساعات الظهر تكثر عليك المصاريف والمطالبات المالية أو الضغوط المالية أو الأفكار المالية السلبية أو ممكن أنك يضيع منك أموال أو تخسر أموال أو تشتري أشياء تندم أنك أنت شتريتها حاول أنك تركز وقلل من مصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات على السفر والاتصالات والتنقلات والأمور اللي إلها علاقة في هاي المواضيع أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى التواصل مع أفراد البيت أو مع الأهل أو نوع من أنواع المباحثات أو المراسلات العائلية أو الإجتماعات العائلية أو مناقشة موضوع أو مسألة عائلية اليوم جيد جدا وبالعكس بدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الخامس اليوم تقدر تبادر بمصالحة أو بالتواصل مع حبيب أو ممكن أنه يكون فيه نوع من الاتصالات الودية أو الاتصال الودي أو اللقاء الودي أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد يعني ممكن اليوم تنجز الأعمال المطلوبة منك حتى لو كانت منزلية ممكن تهتم بملفات معينة أو دراسة موضوع معين إلى علاقة بالعمل تقدر تنجز كثير من الأشياء اليوم بشكل ممتاز حاول تنجزها وحاول أنك تكون منظم ومنتي طبيعتك منظم أساسا ولكن بدها كمان تنظيم بزيادة بالنسبة للوضع الصحي يعني لغاية ساعات الظهر جيد ولكن بعد ساعات الظهر ممكن يظهر شيء أو تحس ببعض التوعكات أو الاضطرابات أو الأشياء حتى لو ع شكل وساوس حاول أنك تهتم فيها بشكل جيد بدون ما تستسلم أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور على مستوى الشراكة المالية والعاطفية جيدة فعشان هي كي بتقدر تتعامل بشكل جيد يعني الحدية اليوم أقل من الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الأموال المشتركة فممكن يجيك دعم أو مساعدة أو عرض لمساعدة معينة أو يتوافق على عرض لمساعدتك فالأمور دعميتك بشكل قوي جدا حاول أنك تقلل من مصاريفك ومن التزاماتك أما بالنسبة لبيتك التاسع بيت السفر والتنقلات البعيدة فبقول لك أنا أنه ورضه جيد جدا بدعمك على مستوى الامتحانات أو دراسة لغاء أو ثقافة جديدة أو الاطلاع على أشياء إلها علاقة بالسفر أو على دول ثانية أو على حضارات أو على ثقافات حتى تقدر اليوم تطلع عليها بشكل جيد وممكن بعضك يهتم في أمور إلها علاقة في الأمور الغيبية أو الأمور الفلسفية أو الدينية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو مروتيني طبيعي جدا ما فيه أي شيء إيجابي أو سلبي عليه على مستوى عمل مع المؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو قوي جدا 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 على مستوى الاتصالات اللي إلها علاقة بالأصدقاء أو ببعض المعارف أو الأشخاص اللي أنت بتعرفها لمساعدتك في مسألة معينة أو لطرح مشكلة معينة وهم يشوروا عليك إيش تعمل اليوم تقدر تستفيد من هاي النقطة أو من علاقاتك لحل مشكلة معينة أو للتواصل معهم أو ممكن حتى تتعرف على شخص يكون مهم ومفيد لإلك بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف مثل ما حكيت في البيت السادس أنه لغاية ساعات الظهر أو لغاية ساعات الصباح تحديدا بعدها بتبلش تشعر بنوع من أنواع التواعي وكات الصحية حاول تنجز الأعمال الضرورية وتراقب وضعك الصحي بشكل جيد إذا أنت من الأشخاص اللي عندك أمراض مزمنة حاول أنك تلتزم بأدويتك بشكل جيد حاول أنك برضو تشرب أشياء دافية وتدفي نفسك ما تهمل بنفسك وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بعود له أو بيحصل على هدية في تقدم على إشيء له علاقة بإنجاز أو ممكن أنك تناقش صفقة أو اتفاقية أعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين أو التورط في مشاريع مشبوهة بالنسبة لهذا بيتك الثاني وبالنسبة لبيتك الأول شوي اليوم نفسيتك يعني في نوع من أنواع تقلب في المزاج عندك ولكن بس هي العصبية اللي ممكن أنها تسيطر عليك خلال هذا النهار حاول أنك تمسك حالك وما تعصب وما فتور وحاول أنك تحلل كل شيء بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بغلب عليك طابع الحركة والنشاط والاتصالات والمراسلات والأشياء اللي إلها علاقة ببحث مسألي معينة مع أشخاص معينين ممكن إقنعهم بوجهة نظرك أو التسويق لشيء عبر الهاتف أو عبر الرسائل فممكن تقنعهم بشيء معين إلو علاقة بالفترة القادمة فيه ممكن منكو يهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات أو المواصلات يعني بالأجهزة التليفونات والكمبيوترات والأشياء اللي زي هيك ومنكو أشخاص ممكن يهتموا بأمور إلها علاقة بالسيارات والميكانيك والأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت يعني الأمور شيئا ما مستقرة بتتعامل بشكل روتيني ولكن قادر أنك أنت تسيطر على الأمور وتتواصل مع المحيط معك لو لا عصبيتك هاي اللي شوي بل اللي رح تتلاشى أو تنتهي مع ساعات الظهر تقريبا أما بالنسبة لبيتك الخامس فالمشاكل والضغط اللي كنت تتواجه أو اللي واجهه بعض أفراد من برج الحوت باتجاه الحبيب أو مع الحبيب يعني مع ساعات الصباح تقريبا بتبلش تنتهي ممكن يصير مصالحة أو رد اعتبار أو اعتذار أو شيء له علاقة برجوع المي لما جاريها أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على مستوى العمل أنك بتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك وممكن تهتم في ملف أو في عقود أو أشياء لها علاقة بعمل معين اليوم تهتم فيها بشكل جيد وبتنجزها في منكم ممكن يهتم بوضع صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراك المالية والعاطفية ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل أو المصالح ما بينك وبين الشريك أو الاهتمام بمسألة مستقبلية ممكن تضعولها بعض الحلول أما بالنسبة للبيت الثامن يعني بقول أنه الأمور روتينية يعني لا إيجابية ولا سلبية على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك بتتعامل فيها بشكل ودي أو طبيعي أما بالنسبة للبيت التاسع فبرضو بكون عند بعضكم اهتمام بالاتصالات البعيدة أو المراسلات البعيدة أو اتصال مع أشخاص خارج البلاد أو الترتيب للفترة القادمة أو اللي تعطل عليهم موضوع السفر بيهتموا في مراسل يعني الأمور هاي أو أخذ نوع من أنواع الراحات أو لإطمئنان أكثر أنه الفترة القادمة أحسن في منكم ممكن يهتم بأوراق لها علاقة بقضية قضائية أو أشياء العلاقة بالقضاء أوراق ومستندات ومطالبات وأشياء من هذا القبيل واللي عنده دراسة منزلية أو امتحنات من خلال المنزل أو نوع من أنواع الدراسات الجامعية كل هدولة رح يكونوا مميزين أو عندهم ثقة في هذا الموضوع بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال اللي بتطلب هذا الموضوع في منكم ممكن يهتم في أمور دينية أو فلسفية أو غيبية أما بالنسبة للبيت العاشر فاللي بيعملوا من خلال البيت أو عن طريق المراسلة أو عن طريق الاهتمامات الخارجية بالعمل اليوم بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال بالتعاون مع زملائهم ورؤسائهم بالعمل وممكن يحققوا إنجازات ما كانوا يتوقعوها أما بالنسبة لبيتك 11 فهو نقدر نقول روتيني في نوع من أنواع التواصل والاتصالات مع بعض الأشخاص مش مع الكل وفي أشخاص ممكن أنك أنت حتى ما تردش عليهم أما بالنسبة لبيت متعبك فهو لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بصير في نوع من أنواع الضغط الكبير عليك بدك يتراقب وضعك الصحي بشكل جيد خذ أدويتك إنجز الأعمال الضرورية وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة